مرحبا يا أصحاب برج الميزان شلونكم إن شاء الله تكونوا بخير اليوم راح نفرق توقعات برج الميزان الأحداث العامة أو الطاقة العامة لهذا الشهر شلون راح يكون القراءة راح تكون عامة عاطفية بالأكثر لأن هو يطلبت مني قراءة العاطفية فراح تكون القراءة عاطفية وأيضا الأوضاع العامة ممكن إذا طلعنا شيء يخص العمل أو يخص الصحة فراح أيضا نحكي خلال هاي الفترة الأحداث اللي راح تصير كلها إن شاء الله التوقعات تكون حلوة وإن شاء الله بداية خير وسعادة وأموركم بها تتحسن كلها للأفضل إن شاء الله إذا عجبتكم القراءة سووا لايك اشتركوا بالقناة إذا كنتم ما مشتركين هس بداية نشوف الطاقة العامة البرج الميزان برج الميزان بالفترة الحالية أشوف إنه بعض من عدكم ممكن يكون ديفكر حاليا موضوع ارتباط جاد أو موضوع زواج لأنه بعض من عدكم قاعد أشوف إنه فعليا أكون موضوع زواج عليها مشاكل خلال هاي الفترة فأشوف إنه أنت عندك موضوع ارتباط شاغلك خلال هاي الفترة أو حتى ممكن يكون موضوع إذا متشان موضوع زواج فممكن يكون موضوع عائلي بالبيت شاغلك أشوف إنه أكو أمرأة ممكن من العائلة أمرأة مقربة من عندك هاي الأمرأة طاقتها شوية سلبية عليك أشوف طاقتها موحلوة ممكن تكون طاقة حسد أو حتى طاقت غيرها ممكن تكون طرف ثالث بينك وبين شريكك يعني مشرط الطرف الثالث إذا متشانت خيانة فممكن تكون يعني أم أو أخت وهي تحاول إنه تخرب العلاقة اللي بينك وبين الشريك أو حتى عائق هي أمام ارتباطكم أشوف إنه البعض من عدكم شريكة عندها مخاوف خلال هاي الفترة تردد أشوف أكو مشاكل هواية مريتوا بيها بالسابق أيضا هاي المشاكل بسبب امرأة مثل ما دا قل لكم أكو امرأة حاليا هي دا تسبب لك مشاكل أو راح تسبب لك مشاكل طاقتها راح تأثر عليك خلال هذي الشهر فلازم تحذر من عدها غالبا هاي الأمرأة إذا نريد نحن مواصفات فهي تكون امرأة رشيقة وبها نوعا ما يعني طويلة ومو قصيرة وضعيفة دات شنة تتعامل وياها حتى هذا الوصف ممكن يخليك تتأكد إنه هي نفسها اللي ببالك أو لا وبشرتها تكون حنطية وبشرتها حنطية تكون ما إلى البيض أنا أشوف إنه أنت شوفوا برج الميزان البعض من عدكم وأشوف إنه هو كان بعلاقة صار لأما أربع سنوات لبعض ثاني سنتين العلاقة هاي بها هواية دا تصير خلافات أو مثل ما نقول مو بس خلافات هو إنما معارضات العلاقة دائما قاعد تنتهي وقاعد ترجع من جديد تتصالحون وترجع العلاقة بينها تكون فهاي العلاقة أشوف إنه هي تنتهي وترجع تنتهي وترجع تنتهي وترجع أنت ما قاعد تقدر تاخذ بها قرار أنت الحد الآن ما قاعد تاخذ القرار أنه أنت أتوقف هاي العلاقة تماماً هاي العلاقة البعض من عدكم ممكن تكون علاقة كارمل لأنه هنا أيضاً طلعت لي طاقة علاقة الكارمل فأنت إذا كانت العلاقة فعلاً هي علاقة كارمل لأني أشوفها هي شي فأنت حالياً عندك طاقة التوازن هنا أنت بلشت تتوازن تستعيد توازنك تستعيد عافيتك ممكن تكون راح تبلش بشفاء حتى تتخلص من هاي العلاقة اللي أنت موجود بها لأنه طاقتك العامة أشوف أنه أنت روحانياتك عالية خلال هاي الفترة وقاعد تحاول أنه تشافي نفسك من الآلام اللي مريت بها سابقاً وأيضاً قاعد تسلم أمرك يعني شلون رب العالمين وتخلي الأمور تمشي مثل ما هي مكتوبة مثل ما يقولون لأنه قاعد أشوف عندك هواية طاقة تعب وقررت أنه تتخلى قررت أنه تتشافي وتستعيد توازنك اللي صار لك تقريباً سنتين أنت فاقد هذا التوازن البعض من عدكم ممكن يكون صار لست أسابيع فاقد توازنة فاقد أمورة يمر بمشاكل هواية فخلونا يعني نقرأ الطاقة بشكل مفصل فأشوف أنه البعض من عدكم أكو علاقة أنت تعرف أنه أنت مماخذ حقك بها علاقة متعبة جداً للبعض من عدكم العلاقة أنت دائماً من تقرر تنهيها وترجع مرة ثانية هذا الشخص بطريقة ما يرجع يقنعك أنه ترجعون مرة ثانية فأشوف أنه هاي العلاقة أنت ما عندك أمل بها علاقة ميؤوس من عدها وأنت تعرف أنه هي علاقة ميؤوس منها ولكن أنت مشكلتك الحقيقية أنه أنت ما قاعد تقدر تطلع من هاي العلاقة بصورة تامة ورغم موجود يعني أنت ما مرتاح بالعلاقة حالياً عندك نوع دائماً من القلق أنت دائماً ضال ما بين فكرتين ما بين قرارين ما قاعد تقدر تتخذ قرار هذا الشخص مخليك ما عندك قرار تتخذه وقاعد تضيع هواية فرص من إيذك لبعض من عدكم هاي العلاقة طبعاً علاقة زواج ممكن أكو أحد الأطراف معارض هاي العلاقة عندكم طرف من الأطراف ممكن اختلافات بينك وبين الشريك هي اللي مسببة العائق بالعلاقة ممكن تكون أم الشريك لأنه هنا طلعت لي طاقة امرأة هي العائق وهنا أيضاً أو حتى إذا كان الشريك متزوج مثلاً فممكن تكون هي زوجتها بس على الأغلب أنا أشوفها أم وأشوف أن العلاقة هاي مريتوا هواية أكو بها مشاكل عائلية أكو شخص من العائلة معارض العلاقة اللي موجودة بيناتكم فهذا الشي أنت كل شو متعب بالنسبة إليك هواية تعبت وهواية دا تحس أنه أنت قاعد تضغط على نفسك في سبيل هاي العلاقة ما تنتهي وما قاعد تقدر تتخذ القرار أن العلاقة تنتهي بس أشوف أكو خبر راح يجيك خلال الفترة الجاية هذا الخبر شوية راح يقلب الموازين فراح بالأخص أشوف أنه طاقتك نهاية الأسبوع أشوف أنه أنت راح تتخذ قرار أنه أنت تطلع من هاي العلاقة وأتوقفها يعني نهاية الأسبوع راح أتبلش فكرة أنه أنت خلي أروح أنا حتى لو أنا مثلا مجروح حتى لو هذا الشي راح يقديني المهم ما أبقى بهاي الحيرة ما أبقى بهاي المخاوف اللي عندي القلق لأنه أشوف أنت تحس أنه طاقتك كلها استنزفت بهاي العلاقة تضحيات كلها ما قاعد تجيب نتيجة أنت مجرد قاعد تحاول أنه تحارب حتى وأنت تعرف أنه هاي الحرب ممكن ما راح تجيب النتيجة اللي أنت تريدها عندك تسرع شوف أنه أكو قرار متسرع أو بناء على خبر سريع ومفاجئ راح يجيك بالأسبوع الأول راح يخليك تفقد أملك بهاي العلاقة تماما وراح تبلش عندك فكرة أنه أنت تطلع من هاي العلاقة وتنهيها خاصة إذا كنت تتعامل ويا شخص من برج الدلو برج الأسد وأيضا برج الحوت والعقرب موجود عندنا هنا أنا شوف ممكن يكون برج السرطان أيضا بالأسبوع الثاني فقيت لك نهاية الأسبوع الأول أشوف أنه أنت راح تتخذ قرار أنه أنت ترحل من العلاقة ولكن ما راح يعني تمشي بالقرار بصورة سريعة بس تحاول أنه تتأنى تقول مثلا أنا راح أنهي العلاقة بس بالبداية يخلي أتأقلم ويا الفكرة بالأسبوع الثاني أشوف أنه المخاوف والقلق راح ترجع تصير عندك مرة ثانية أشوف أنه المخاوف والتردد وقلق الكوابيس حتى البعض من عندكم وأشوف أنه قاعدة تشوف كوابيس خلال هاي الفترة طبعا البعض من عندكم ممكن يكون ديعاني من طاقة سحر إذا كنتوا أنتوا يعني تعرفون أشوف هذا السحر إذا كان عليكم طاقة سحر فهو من أمرأة هاي الأمرأة مساويته في سبيل يتوقف موضوع معين بحياتكم قلت لك إذا موضوع زواج فهو هذا السحر يكون سحر التفريق سحر التخريب بينك وبين الشريك لأنه طاقتها أساسا طاقة سوداوية هاي الأمرأة أشوفها وطلع بعد ورقة الزواج أو ورقة العائلة فهاي الأمرأة قاعدة تحاول تسوي أشياء من وراء ظهرك وممكن حتى تكون مساوية عمل أو تفريق بينك وبين الشريك فأشوف أنه أنت عندك أحلام أكو حلم راح تحلم بالأسبوع الثاني هو مو حلم وإنما نقول كابوس هو ممكن يكون كابوس حلم مخيف راح يكون راح تحلم بالأسبوع الثاني وهذا الحلم راح يقلب لك كيانك من بعد ما أنت أخذت قرار أنه أنت تنهي العلاقة فأشوف أنه راح تحلم هذا الحلم بالأسبوع الثاني وراح ترقعد من هذا الحلم أنت متخوف ونفسيتك كل شي تعبانة وعندك أوهام هواية تبني تتشكل براسك راح ترجع ما خوفك أنه هاي العلاقة تنتهي تتجدد من جديد بعد ما أخذت قرار هنا أنه أنت ممكن تمشي هاي العلاقة وتنيها وتباوع تباوع لطريقة كتشوفة وتلتفت للفرصة اللي موجودة ولكن هنا أشوف بعد هذا الحلم راح يصير عندك مخاوف وبعدها راح ترجع تتواصل ويهذا الحبيب اللي موجود واللي قلت لك موضوع زواج بينكم بمشاكل عائلية وراح يحكي وياك بصراحة من بعد ما راح يحكي وياك بصراحة أشوف أنه هذا الشخص عنده مشاكل عائلية بالبيت إذا ما شنت أنت الطرف اللي أهلم عارضين بالعلاقة فهذا الشخص أشوف عنده مشاكل عائلية ممكن بالبيت بسبب امرأة نفس الامرأة اتكررت أكثر من مرة عندك فأما راح تصير مشكلة إلك أو للشريك المشكلة عائلية وتخص موضوع زواج وراح يصير بيها كلام وراح يصير بيها صوت عالي وهذا الشي راح يتعب نفسيتك بسبب الموضوع هاي العلاقة المتعبة اللي موجودة لأنه أنت دا تحس أنه هي قربت تنتهي عندك عشرة هنا ورقم عشرة بعشرة فالعلاقة هاي بلشت هي تنتهي هي وصلت نهايتها ولكن أنت متخوف أنه أنت تنهيها فأنا أشوف أنه طبعا ورقة الديث كارد هي ورقة من أوراق الميجر أركاني فنسبة التحقق مالتها كلش عالية فالانفصال بينك وبين هذا الشخص أو حتى النهاية هي راح تصير أنت مجرد حاليا ما قاعد تمنع النهاية وإنما قاعد بس تتعب نفسيتك ما تتقبل التغيير واتأخر الانفصال أنت كل اللي دا تسوي أنه أنت دا تأخر هذا الانفصال بس ما راح تمنع تماما فممكن أنه أنت تعرف أنه الانفصال هذا راح يصير حاول أنه تخفف الصدمة اللي ممكن تصير بيك بعدين من تنتهي العلاقة وهاي الامرأة اللي بناتكم وشوك مشكل عائق كلش جبير بموضوع ارتباطكم هاي الامرأة ممكن تكون حتى حتشاية وجهين يعني ممكن أنه هي توقف وياك وتساندك ولكن هي بظهرك معارض هذا الموضوع وتسبب لك مشاكل بدون ما أنت تدعي فاحذر من هاي الطاقة اللي موجودة طاقة الامرأة الخبيثة السامة شوف أنه هي امرأة يعني مو صغيرة بالعمر امرأة كبيرة وفاهمة يعني عمرها فوق الثلاثين وعلى الأغلب تكون أما أرملة أو مطلقة إذا ما كانت متزوجة لأنه هنانا الطاقة طاقة أرملة أو مطلقة هي الكوينوف سورد فأشوف أنه هي عندها نوعا ما سلطة أو كلمتها مسموعة ولكن هي ما تحكي بالخير يعني عندها طاقة شوية خبيثة وأيضا ممكن تكون أمه من النوع اللي متسلطة جدا وهي اللي معارضة وضع الزواج فأشوف أكو موضوع زواج راح تصير بمشاكل هواية خلال هاي الفترة وراح يتعبك لبعض منكم ممكن يكون هذا الوضع عائلي للمتزوجين فأشوف أنه أكو مشاكل عائلية راح تصير ويا أوم ويا أخت كبيرة أو حتى ممكن بسبب امرأة موجودة وياكم بالبيت امرأة منافقة حتى يتوجهين يعني ومن النوع اللي تحب تنقل أخبار عدها نوع من النفاق يعني عدها نفاق اجتماعي كلش كبيرة تأكيد هسا من راح أقولكم عطاقة راح تعرفوها بس خلي أشوفو لكم هاي الأمرأة شو ممكن تكون كينيكو بقرس طلبت وحدها ها مجي تلكم مثل ما اقلت لكم هاي الامرأة بساوية سحر لكم اقعدكم عمل وهذا العمل من امرأة مثل ما قلت لكم اشوف انه هاي الامرأة من وضحة الاوراق طلعت لها ورقة الدفول وورقة الهاي بريستيس فهاي الامرأة شوف انه هي بالوجه تبين امرأة يعني دائما ترتدي الحجاب وتصلي وتصوم يعني انت من تشوفها تشوفها امرأة مبينة مثل ما قلت لكم هي باعة وهي شيء وعكسها يعني هي الهاي بريستيس والدفول فهاي الامرأة انت من الخارج من تشوفها هي امرأة متدينة ترتدي الحجاب يعني تمشي بالعادات بالتقاليد كلامها حلو ملقاها حلو ممكن حتى انت ما متوقع انه هي ممكن تكون عائق او هي الشخص المفرق هي اشوف انه شوفوا هنا نعدكم طاقة الكاهنة وطاقة الشيطان فهي صاحبة وجهين هي عندها وجهين عندها وجه خبيث بس هي تخفي هذا الوجه الخبيث والشيطاني والعملي بموضوع الديانة انه هي متدينة هاي الامرأة غالبا ما تكون تصلي قدامك دائما تشوفها انه هي امرأة متدينة امرأة تصلي وتصوم ترتدي الحجاب تتكلم بالتقاليد تتكلم بالدين ولكن هي بالحقيقة شيطانة ورقة الدفل هي بالحقيقة تمشي بالاسحار انا شكيت من اول ما بلشت القراءة انه انتو عدكم عمل لانه الاوراق اللي طلعت الدل خاصة هاي الورقتين فانتو ممكن بالاسبوع الثاني تتعرضون لطاقة عمل اذا ما شنتم متعرضي له ورقة المجشين ورقة الدفل من يجونس هو ويا الكوينوف سورد وشانة طلعت لكم الكوينوف واندر ريفيرس ايضا فهاي معناها اكو عمل والعمل من امرأة العمل اللي يمسوي هي امرأة قصدها تفريق شوفو اما تكون قصدها تفريق او قصدها تخريب الموضوع معين خاصة موضوع زواج قاني اشوف انه هو موضوع زواج وهاي الامرأة راح تحاول انه هي تخربها خلال هاي الفترة وراح تصير مشكلة ممكن من بعد هاي المشكلة هي راح تلتج لانه هي تسوي هذا العمل في سبيل انه اه سواء كان انتقام او حتى ممكن اذا كانت امه وصارت هواية مشاكل بسبب هذا الموضوع فهي راح تسوي هذا العمل حتى تفض هاي المشكلة والشي اللي هي تريده يصير لانه اوني قاعد اشوف هاي الامرأة من العائلة امرأة مقربة من عدكم ومن العائلة فاحذروا طاقة السحر حاولوا تحصلون نفسكم خلال هاي الفترة تستشفون اه صورة البقرة دائما خلوها دائما اسمعوها وارقوا نفسكم حاصلوا نفسكم ضد هاي الامرأة الخبيثة ان قلت لكم اشوف راح تسبب لكم مشكلة اكو مشكلة راح تصير بسببها واكو فراق حتى انفصال فالقرار لكم يرجع انا ما قدر اقول لكم انفصلوا عن هذا الشخص لانه اكو طرف ثالث وده يحاول يخرب ولكن انتو بكل الاحوال شوفوا هي حتى هنال الطاقة اللي وقبت هي لثري فهاي طرف ثالث موجود ببيناتكم وهي اللي بدي تحاول انه تخرب العلاقة وتوقفها او تحاول انه هذا الزواج مترد هذا الزواج يتم هذا الارتباط يتم او حتى هذا الزواج اذا كنتم الزوجين مترد ان هو يستمر مترد تدخل بالعلاقة بايشكل كان المهم الطاقة العامة للأحداث والاشياء اللي راح تصير اشوف انه البعض من عدكم راح يبقى متحير واقف بالنص ما بين قرارين وراح تقريبا يعني ينسحب ما يحاول يتخذ قرار ينغلق على نفسه يتقوقع يعني ويحاول انه يحمي مشاعره يحمي قلبه لانه هو تعب يحمي نفسه من كلام لانه اشوف هاي الامرأة ايضا ممكن حتى كلام راح تسبب كلام انه تقول عليكم فعدكم طاقة حماية تحاولون تحمون نفسكم تحمون مشاعركم متردون تتخذون قرار متردون تفكروني بشي تردون الوضع يبقى على ما هو عليه لانه انتو اشوف تعبته هواية من التفكير هواية فكرته تعبته من الانتظار وراح تنسحبون اشوف انه انتو نهاية هذا الشهر خلال هاي الاربع سابيع يعني اشوف عدكم طاقة انسحاب يعني انتو راح تنسحبون من المعركة يعني اكو ناسة تقول لك مثلا اني خلي هاد الصراع تعبني فاني ما اهتمدات شنة خسران او رابح المهم بس انسحب من المعركة وخلي يقولون علي خاسر ولكن اني استعيد نفسي المهم اكسب نفسي اكسب راحتي فانت اشوف يعني هاي الطاقة قاعد توصلني عنك انو انت راح تطلع من هاي المعركة كلها اللي موجودة والمشاكل وموضوع الزواج وراح من لانت عبت من الانتظار انت صار لك فترة طويلة مدى اقول لكم البعض منكم ممكن صار لسنتين او اربع سنين هو بهاي الدوامة دوامة المواضيع الزواج والموضوع مدى يتم وزواج دا يتأخر وقاعد تطلع عراقيل فراح تتخذ قرار من بعد انتظار انو هذا الطرف الثالث انت تعرف انو مو بسهولة يطلع من علاقة فراح انت اللي تنفصل وتختار انو تطلع من هاي العلاقة وراح ترجع الدافع تحاول الدافع عن نفسك الدافع عن مشاعرك قلت لك متريد مشاعرك ترجع تنجرح مرة ثانية انت العلاقة دا تحس بيها انو هي ما متوازنة فاشوف انو عندك طاقة التخلي من بعد تعب من بعد فترة ما ريت بيها بقلق وتعب نفسي وتعب جسدي ممكن بعض منكم حتى ديمر حاليا وبأزمة صحية وعلى مود هاي الأزمة الصحية هو راح يترك هاي المعمعة حتى يستعيد صحته فاشوف انو انت راح تتخلى وراح تعتبر انو هذا الشي خلاص بعد ما قاعد يرهم ما قاعد يصيرها لنده اضطرها حارب اكثر من جبهة وما قاعد الامور تمشي مثل ما انا رد ما تمشي بصالحي وممكن حتى هذا العمل اللي يسوي لك يا هنانا هاي الامرأة راح تنجح وراح تخليك تتخلى عن الحبيب وتنفصل عنه فاشوف عندك انفصال راح تتخذ قرار انو انت تترك هاي العلاقة وتوقف هاي الكارما اللي موجودة ببيناتكم صار لها فترة والدائرة اللي تنعاد 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 كل مرة يعني تتفارقون وترجعون مرة ثانية وتتفارقون وترجعون واحد يأذي ثاني يعني هي علاقة كارما دا اقول لك علاقة مصحية وبها معارضات هواية فشوف انو انت راح تنفصل قرار انو انت تنفصل تحمي مشاعرك تحمي قلبك تطلع من هاي العلاقة وتختلي بنفسك تحاول انو تفكر تستعيد راحتك تستشفي حتى البعض من عندكم ممكن يكون راح يعرفوا بهذا العمل ويبلش يستشفي من عنده فراح تستشفي من هذا السحر اللي موجود هنانا واللي راح يأثر عليك وعلى حياتك كلها ويأثر على تفكيرك ويخليك عندك نوع من التشويش ما تقدر تتخذ اي قرار بحياتك وامورك كلها تقريبا تبلش تتوقف ولكن الشي الحلو انو اكو طاقة الهية راح تساندك خلال هاي الفترة رب العالمين راح يساعدك وعندك تحصين عندك قوة راح ترجع تستعيد قوتك فمثل ما قلت لكم التحصين ثم التحصين خلال هذا الشهر للناس اللي القراءة تنطبق عليها حاولوا تحصلون نفسكم من هاي الامرأة الخبيثة اللي موجودة بحياتكم المنافقة وتستعدون توازنكم واشوف انو هاي العلاقة انتوا راح تتخذون قرار من بعد تفكير ممكن اربع سابيع تأنتوا صار لكم وتفكرون او حتى راح تفكرون خلال هاي الاربع سابيع وراح تتخلون عن هاي العلاقة وتركوها وراح تبلشون تشوفون حالكم شوية واشوفو لكم راحة من بعد ما طلعون من هاي العلاقة كل التوفيق لكم برج الميزان والله يكفيكم ان شاء الله شر الناس الحاقدة وشر الناس الحاسدة وشر العمل وطبعا الله اعلم بالغيب احنا مجرد نقرأ توقعات فلا تاخذوها انو هي حقيقية مية بالمية وطبعا ما ممكن تنطبق على جميع القراءة تنطبق على فئة معينة والناس اللي تنطبق عليهم هما يعرفون نفسهم وهما راح يحصنون نفسهم فالله يكفيكم شر الناس الخبيثة الناس الحسودة والناس الحقودة وان شاء الله الشهر يعدي عليكم بسهولة والطاقة تكون خفيفة كل التوفيق لكم برج الميزان حصنوا نفسكم زيان واشوفكم بخير ان شاء الله التقيكم بفديو جديد